موسيقى النمسا تتضامن مع ضحايا كارثة الزلزال في تركيا وسوريا النمسا تخصص ثلاثة ملايين يورو وترسل 84 جنديا لإغاثة المناطق المنكوبة اقرار بتعين سفير النمسا الحالي لدى الإمارات بدوافع حزبية مصرع تسعة أشخاص بعد انهيارات ثلجية غربية البلاد ديلاسة تؤكد أن أقل من 5% من الشركات النمساوية غادرت روسيا مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وقبل البدء تتقدم أسرة النمسا ميديا بأحر التعازي لأهالي ضحايا زلزال المدمر الذي وقع صباح اليوم وتعلن تضامنها معهم ونتمنى السلامة للجميع إلى النشرة أعرب الرئيس النمساوي أليكساندا باندابيلن عن تضامنه وحزنه الشديد مع تركيا وسوريا بعد وقوع الزلزال المدمر في البلدين داعيا فرق الإنقاذ لتوخي الحذر كما وصف بيان لوزارة الخارجية الزلزال بكارثة إنسانية معبرا عن تضامن النمسا مع ضحايا شعبي البلدين ومؤكدا على استعداد النمسا للمشاركة في البحث والإنقاذ والإغاثة ضمن الظروف المتاحة يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.5 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا حيث تسبب في آلاف القتلى والجرحة وفي سياق متصل قررت النمسا إرسال 84 جنديا وثلاثة ملايين يورو كمساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا لإغاثة ضحايا كارثة الزلزال وقال المستشار النمساوي نيهاما تقدم النمسا مساعدات فورية للدولتين بإرسال وحدة الإغاثة في حالات الكوارث إلى تركيا لدعم عمليات الإنقاذ في المنطقة المنكوبة وأشار المستشار توفير ثلاثة ملايين يورو من صندوق الكوارث الأجنبية لدعم منظمات الإغاثة في المناطق المنكوبة ومن المقرر أن تستمر عملية الإغاثة التابعة للجيش لمدة عشرة أيام تقريبا أصدرت لجنة المساواة في المعاملة في النمسا حكمها بشأن تعين سفير النمسا الحالي لدى الإمارات بيرشتولد كان لدوافع سياسية وليس لكفاءته فيما تعرض منافسه للتمييز الأيدولوجي وبحسب صحيفة دياشتاندار تمتعين المتحدث السابق باسم سيباستيان كورتس خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية سفيرا لدى الإمارات واشتكى المتقدم الآخر إلى لجنة المساواة في المعاملة التي وجدت أن هناك تمييزا حيث تمكن المنافس من إثبات أن لديه مؤهلات أفضل من بيرشتولد لقي تسعة أشخاص حتفهم نتيجة الانهيارات الثلجية التي حدثت في جبال الآلب غربي النمسا قرب حدود السويسرية نهاية الأسبوع وأعلنت الشرط النمساوية أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في ثلاث حوادث منفصلة في ولايتي فوغالبيرك وتيرول كان أحدهم صينية جنسية فيما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات بعدم التزلج بسبب سوء الأحوال الجوية ورفعت مستوى الخطر الانهيار الجليدي إلى المستوى الرابع في نظام الإنذار المكون من خمس مستويات أظهرت دراسة أجرتها جامعة ساندغيلن السويسرية أن أربعة في الماء فقط من الشركات النمساوية غادرت روسيا عقب أعلان العقوبة تعالم موسكو وذكرت الدراسة أن الشركات النمساوية ترددت في الانسحاب من السوق الروسي مقارنة مع شركات من بلدان الاتحاد الأوروبي التي وصلت إلى 8.5% وأوضحت الدراسة أن الشركات من الصعب عليها اتخاذ قرار الانسحاب موضحة أن هناك قطاعات اقتصادية لا تنطبق عليها العقوبات وهل يعتبر هذا التفاف على العقوبات المفروضة على موسكو؟ كانت هذه نشرتنا على هذا اليوم شاركونا تعليقاتكم كنت معكم أنا بينار الحامد لكم مني أطيب التحيات أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة